بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل عرض الإكسرسايز اللي احنا شغالين فيه فبنقول إن شاء الله حين نبدأ نعمل عملية البروغرامينج لهذا الإكسرسايز نقول عندنا three major phases of CNC program هنقسم البروغرام بتاعنا إلى three phases phase number one اللي هو هيبقى البروغرام set up واللي بنضع فيه في هذا الجزء من البرنامج حاجات متعلقة بالتشغيل زي ما قلنا نحن يبقى لازم عندنا spend activation ولازم عندنا الفيد ولازم عندنا speed اللي هنشتغل بها ده في البروغرام set up ونعرف برضو إن احنا عندنا إذا كنا هنشتغل absolute أو هنشتغل incremental هنشتغل بالإنش فنعرف الأكواد إن هذه هي اللغة اللي هننتعامل بها مع الماشين نحن نترجم الأمور اللي احنا عايزين ندخلها للبرنامج عن طريق الأكواد خلصت البروغرام set up أنتقل إلى اللي هو الفيز number two اللي هو material removal وده بيتعلق بإني أنا أبدأ بعمليات التشغيل المختلفة اللي هتبدأ في إزالة المعدن واللي بستخدم فيها الأكواد المتعلقة بالتول الموشن اللي هي زي G01 زي G02 G03 and so on بعد كده بنكون خلصنا material removal نبدأ نعمل الفيز اللي هو رقم ثلاثة اللي هو system shut down تعالى نشوف ازاي نطبق هذه الخطوات فبيقول لي لو بدأت أول فيز اللي هو فيز رقم واحد اللي هو program set up أي برنامج كما اتفقنا بيبدأ بي اللي هو program start flag اللي هو rewind stop code أو parity check اللي هو علامة percent ورقم البرنامج whatever رقم البرنامج انت بتختاره مش الرقم المحدد اللي موجود قدامك ده اللي هو program number ودوء لنا two lines اللي هما لا يبدئان بلتر خلاص وكل واحد منهم لازم يبقى في خطوة مستقلة تعالى بعد كده نبدأ نعمل نشوف الماشين اللي أنا هشتغل عليه فأدي أنا بيقول N05 يبقى دي أول بدأت الكود بدأت sequence بتاعتي N05 G20 G90 G40 ماذا أتعرف الماشين اللي الداتا عندي هتبقى بالإنش ولذلك استعملت G20 وبعدين أنا هشتغل absolute absolute position mode يبقى خطي G90 G40 اللي بقول cancel tool radius compensation أنا بيشتغل في المستوى G18 اللي هو XZ يبقى بعمل cancellation ل الزباق يعني عمل تثبيت للماشين اللي ايه في المستوى اللي هو XZ اللي بستعمل معاه G18 فعلى هذا الأساس بقوله يcancel to the radius compensation دي أول حاجة يعرفنا G20 G90 G40 G20 inch mode G90 absolute وده طبعا عرفنا زي ما قلتلكم قبل كده من دراستي للرسم اللي موجود قدامي اني عرفت أبعاد بالانش وعرفت اني ايه انا شغال بالابسوليوت وليس الانكلم تعال اللي لبعد كده N10 G96 S2000 G99 F0 008 M03 M08 هنا برضو كل نحن شغال program setup ما يتعلق بالماشين G96 نحن درسنا قبل كده قلنا Coniston Surface Speed Mode اللي هي Surface Feet Per Minute وبعدين بيقول S2000 اللي هي DLS Code اللي هي Spend Speed Set at 2000RPM نيقل G99 أول ما نشوف الكود G99 بماذا ذكرت ذكرني بإني أنا بأتكلم على الفيد هل هي Per Revolution أو Per Minute فهو هنا طالما كتبت G99 يبقى أنا بقول له الفيد سيكون بإيه Per Revolution وما هي قيمة الفيد ب 0.008 ما لكن أنت هنا مشيت ب3 digits للبرنامج كل أبعادك تبقى تمشي بإيه ب3 decimals أوكي يبقى 0.008 طب A اللي هي M03 Spend On M03 Spend On Clockwise و M08 بقول له شغل الكولنت On بعد كده ما نستمر برضو في Program Setup بيقول التول ما هو التول اللي أنا هشتغل عليها يبقى T0202 يبدأ Tool Number and Offsets نيجي لللايون اللي بعد كده N20 G00 ودت بقى الماشين فين X.2 Z.1 إيه اللي بيحصل G00 اللي هي عبارة عن Rapid Traverse Mode إن أنا بقرب التول من إلى الشغلان بس لا ولا مسها وخبالك أقرب منها من عند نقطة قريبة من الشغلان فلو ترجمنا الكلام بقول G00 اللي هي Rapid Traverse Mode X and Z Tool Reference or Change Points وقيمة X مدهاني وقيمة Z مدهاني نيجي نشوف بقى نبدأ في Rough Turning Cycle عشان نبدأ Rough Turning Cycle والFinish Turning Cycle في شباب أكواب محددة بنعرفها اللي هي ال Rough ستبقى Rough Cycle بتبدأ G73 يدبعها P وQ U وW أي دول قال لي الجيل 73 معناها أننا automatic البرنامج عرف أننا ستبدأ Rough Cycle P اللي هي Start Block of Rough Contour دي اللاين 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 عملية Rough Cycle وQ95 اللاين أو اللاين اللاين هنهي عنده Rough Cycle والU بقيمة معينة والW بقيمة معينة دول عبارة عن D اللا هي U اللي هي بيقول Shoulder Allowance اللي هي تجاهز زد يع وW اللي هي Diameter Allowance ايه Shoulder Allowance و Diameter مشانا هبدأ Rough Cycle وبعدين هعمل Finish Cycle فدين اللاين 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 تركتهم للبرنامج عشان يقدر في عملية Finishing يبقى عنده الميتر الموفل دا لا يتم انه يزيل من على Work Base فتعال نقر الكلام دا يبقى N30 G73 P35 Q95 U O O 25 W O O 5 يقول دي P30 G73 طبعا نقول ايه دي كده أنا بدأ P35 اللاين start block of rough contour cycle يبقى دا اللاين 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 N35 وبعدين Q95 end block of rough contour cycle ماذا تعني دا اللاين نهاية الrough cycle اللاين N95 W 0 005 shoulder allowance for finish cut U 0 0 25 اللاين allowance in diameter for finish cut cut